اشتركوا في القناة خير شوف أستاذ براهيم أنت دايما يعني أقول لك أمثلنا وبعض اللقطات كده في حياتنا بتشكل فلسفة عميقة جدا الفاضي يعمل قاضي لما تكون أنت أحلامك تتدعى أهدافك تتدعى وما عندكش شيء تقدر تعمل عشان تحقيقه وتجد عندك نوع من الفراغ الذهني والفراغ يؤدي إلى فراغ قيامي بعد شوي خلي بالك لأنك حتقعد طبوس الغيرك اللي ماشي ومشغول ومناجح إنك غيران منه إنك مدق منه وتتمناله الفشل وتتمناله زوال النعمة والعياد والله فتجد نفسك مشغول بغيره طب المشغول بقى اللي وراء كل حاجة وعايز يسعى لدي وراء أهداف ريضية وراء أهداف أرقام عالمية وقرية عايز يتجاوزها وراء منشآت وراء أحلام عمال بيعمل وياخد الرياضة المصرية في القالب الذي لم يقتحمه أحد قال بالاحتراف قال بالتكوين الشركات قال بالاقتراب من العمل المؤسسي الدولي العالمي والمكانة ترتفع وهو مضطر ينظر إليك ويغل عليك ويحاول يشويهك ويحاول يجذب عليك وبعدين يحاول جرك لمنطقته إنه يتجاوز حقك يمكن أنت تروح سابل في إيدك ومتفت له وتبتدي تنشغل به وهذه أخطر مراحل الأمر لأن الحقيقة يعني الأمر عنده مثلا هذه تعاسى هذا بؤس يؤدي إلى اليأس إنك خلق ما يقدمش غير إنه بقى إيه وبعدين أخش بقى أجرب على نفسي واخنيح أنه لا دانا 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 كل ما ما جاني تقولي حاجة أقولك لا يا حبيبي دانا ما هو أنت بتحقق فدع الآخرين الحقيقة وده اللي أنا قلته قبل كده جهاد النفس هنا إنك ما تضعفش عشان تلتفت وتنشغل باللي بيهاجمك واللي بيسيء إليك واللي فاهم إنه بيغيزك واللي ويوصل يقول لك أنا بيستنيك أنا بيستنيك وعمل لك حركات أنا مش يعمل إزاي وما يجيش لأ يعني وتبتشف النهار لأ ليه بيعمل كده أنا مش عارف وهو فاهم إن ده بيوصله قريبا من قلوب المتابعين أو لأ ويحفل عليك يحفل عليك وهو يحفل عليك يحفل علي نفسه يقول لك أبو خامس الله يقول لك يا مش عارف إيه الله أنا أتحدث عن أي أحد وكل واحد بقى هو عايز يتكلم ورد علي ويبقى بشار على نفسه واخد بالك خلينا يا ربنا ديم علينا نعمة المشغولية وننشغل بأهدافنا وننشغل بأحلامنا وننشغل بطموحنا وننشغل بمكانتنا وعايز جماهيرنا دعكم من التحفيل التحفيل حنرجع له تاني لأنه والله إيه اللي تقيمة لكن أنا بضرب الأمثلة عشان الناس تفهم وكل واحد على فكرة بيحاول أن ياخد الأمثلة دي عشان يستخبه وراء مؤسسة يستخبه وراء جماهير لا أه متستخبهش وراء حد لأن أنت المقصود ده كلام مهم جدا في استهلالية حلقة أيضا مهمة هذه أبرز عنوينها مقالي ومقاله بيع الأهلي الغربال الدوري أبطال وبعد متلسانه الأهلي يواصل أرقامه القياسية وفي الشموع الحمراء إمام الحديد لكن أسرار الملك عن المدافع الصلب وأخيرا مجلتنا من أربعين سنة النهاردة يوم مهم جدا في تاريخ النادي الأهلي يوم يترجم اللي المهندس عدلي قاله احنا مش مشغولين بحد الأهلي اللولة طبق هذه القاعدة وانتهج هذه الفلسفة في القرن الماضي ما كانش زي النهاردة في ألفين وواحد وقف الكابتن صالح سليم في احتفالية الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج يتسلم جايزة نادي القرن العشرين في أفريقيا ده الأهلي اللي ختم القرن اللي فات بهذه اللقطة التاريخية المحفورة في وجدان الأهلوية هنسمعها ونفكر المهندس عدلي بحاجة يحكي لنا قصتها سيداتي سادتي أنا سعيد جدا بهذا الإنجاز وهذا اللقب بألف يوم كابتن صالح الله يرحمه أي الكارزمة دي أبراهيم يحلم أنك أنت القرن الجديد ينتهي ونيجي نحتفل والله يا كابتن صالح وكأنه كان يشعر أنه قد آن الأوان أو قد اقترب دي صورة أنا عايز أقول لك من اللي موجود فيها اللي على اليمين خالص ذلك الجنب الكابتن الخطيب السفير ياسر مراب اللي اتعرفنا عليه وهو كان في الصفارة وقتها الرجل الثاني في الصفارة وعطيها شقران حبيبك بتاع المستشار الإعلامي المستشار الإعلامي اللي جاي من هيئة الاستعلمات وشركنا في كل الإيفنتات الكبرى وأهمها احتفالية المقاوية وطبعا ربنا كرمني جدا جدا كابتن صالح يعني طلب مني أن أستحبه في هذا المشوار عشان أعتقد كنت أنت في نادي الجزيرة أنا كنت في نادي الجزيرة وهو يعني أنا اتكرمت يمكن الحمد لله في النادي الآلي أكثر من مرة لكن هذه اللقطة مثلا وهذه الدعوة هي دي بيقول الدكتوراه بتاعت التكريب بتاعتها لأنها جاءت بدون بدون إعداد ولا ترتيب ولا توقع وجاءت في وص ناس بيقولك كابتن صالح زعلان من عدلي وقصد كابتن صالح ماشي عدلي وفي أجل من الراجل يقولي تعال معي المشوار ده واخد بالك ورجعت من المشوار ده وأنا مش عارف أنه بيقولي كده عشان عايزني أرجع النادي الأهلي أسعى في حلم النادي الأهلي في تحويله إلى الاحتراف العقيقي وتحويل التصويق الرياضي والتعقدات إلى شركات المشهد اللي إحنا وعشان كده بيقولك إحنا مجغولين إحنا مجغولين بأهداب بتتحقق يعني إتا لما تشوف كلمة كابتن صالح بيقولك نيجي كمان مئة سنة والتدج طب إيه لي على أرض الواقع النهار ده؟ على أرض الواقع الجدول التراكمي للتصنيف في نادي القرن القرن اللي فات مع القرن الحالي بصوا يا جماعة الأهلي نهى القرن الماضي كان كم نقطة الجدول الجديد أضيف إليه بقى أصبح الأهلي بالتراكمي بين القرنين مية خمسة واربعين نقطة التاني التراجي تسعين نقطة مازين بثلاثة وتمانين النجم الساحلي سبعة وسبعين الزمالك خمسة وسبعين يعني بصوا الزمالك نهاية القرن اللي فات كان هو التاني تراجع إلى طيب القرن الجديد لوحده منفصلا دي علشان نموا طمئننا يا كابتن صالح عليك رحمة الله ها هو الأهل اللي حلم به الكابتن صالح سليم في جوهانس بيرج إنه ينتهي القرن والأهل الأول الأهل حاليا في القرن الجديد الأول بمية وخمسة نقطة التاني التراجي تلاتة وستين متساوي مع مازينبي والنجم الساحلي تمانية وخمسين والوداد البيضاء واربع واربعين والزمالك تمانية وتلاتين ده خلاصة فكرة العمل والتركيز في الشغل وتحقيق الأهداف وإن أنت تعمل اللي عليك وده اللي أنا عايزة أقوله يتتكلم يتنشغل في التحفيل وتعتبرها بطولة وسهلة جدا وليها ناسة واخد بالك ولو كان للتحفيل جوائز كان السلطان والفارق متوعسا على القلبة فاحتهرهم كانوا خدوا محفلتي القرن يعني لقب نادي القرن في التحفيل لأنه كانوا أساد يقوموا يحفيلوا على بعض ولكن التحفيل أنا بأس عايزة أرجع أقف عند الصورة للكابتن صالح والكابتن خطيب والمهندس عادلي مع وسام نادي القرن لأنها دي بتختزل يا جباعة مشوار طويل جدا الكابتن خطيب كابتن صالح بيتسلم الجايزة كابتن الخطيب كان بيكرم في حفل الاتحاد الأفريقي من أساطير القرى الأفريقية فبصوا كأنه بيسلموا المسئولية كأنه الكابتن صالح بيسلم الكابتن الخطيب وسام المسئولية اللي جاية عشان ينتهي بينا ربع القرن بس أنا لأقول اللي في الصورة دي والكابتن الخطيب السفيرة نائلة جبر السفيرة نائلة جبر كان في جنوب أفريقيا سفيرة لمصر اسمنا نائلة جبر كأنه كابتن صالح بيقوله سلمتك الأهل وهو نادي القرى أجيال فيحافظ للنادي الأهل على صدارة أندية القرى حتى الآن بل أنه يصل الأهل إلى مصف العالمية وينافس كبريات الأندية العالمية على الأعلى تتويجا في العالم هو ده النادي الآلي وهي دي فكرة العجال اللي بتسلم بعض طب السنادي تفتكر إحنا مشغولين بإيه بحاجة عود باله إحنا مشغولين وقد خرج ريال مدريد من سباق أنه يقدر يلحق بكأس العالم للأندية فرصتنا بقى أن ربنا يكرمنا عشان نقرب الفارق ده كلام مهم جدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل كلام مهم جدا ما تخافش على الأهلي طول ما الأهلي فيه هذه القاعدة الأهلوية التاريخية أنه جيل بيسلم جيل أجيال بتسلم بعض على مستوى الإدارة على مستوى اللاعبين على مستوى الإداريين على مستوى الفنيين لكل الأجيال بتتعاقب وتتوالى ويبقى الأهلي هو العنصر الثابت الثابت بقيمه بسياسته بمبادئه بدستوره بكل ما يحكم العلاقة بين الأهلي وكل المنتسبين فيه على فكرة النهاردة كابتن محمود الخطيب حرص على تلبية دعوة مبادرة مبادرة إرادة للمكفوفين مبادرة إرادة هدفها الدمج المجتمعي للمكفوفين الناس اللي ربنا حرمهم من نعمة البصر ووهابهم البصيرة طبعا في لقاء كابتن محمود الخطيب هم طلبوا يلتقوه لبت دعوة بتاعة المبادرة والتقاهم وكان فيه حديث ودي لطيف جدا معاهم والمبادرة هدفها في الأساس مساعدة هؤلاء الشباب على خلق فرص عمل لهم ومنحهم السقة الكافية للاندماج المجتمعي والقدرة على تطور وتنمية مهاراتهم العالية والتأكيد على إرادتهم في اقتحام مجالات العمل المختلفة وجه القائمون على الحفل الدعوة لكابتن خطيب للمشاركة بوصفه نموذجا يحتزى بمسيراته الناجحة مع النادي الأهلي والمنتخبات الوطنية وعبر المشاركون عن سعادتهم الكبيرة بحضور رئيس النادي الأهلي قام بتوقيع عدد من التيشيرتات والتقاط الصور التذكالية مع هؤلاء الشباب اللي ليهم طبعا كل الحب جزء من انشغال النادي الأهلي مسؤوليته المجتمعية أي بقولك منشغلية أي انت مش سايب حاجة للصدفة انت بتحاول تقطح من واجب من وقع مسؤوليتك أي الرياضية والمجتمعية والوطنية والقيامية أي فانت مشغول وربنا دي ما نعمة برضو احنا بنتكلم على توالي الأجيال وتعاقبة مبارح كان ذكرى رحيل الكابتن الكبير ورئيس النادي الأهلي السابق كابتن محمد عبد وصالح الوحش كابتن الوحش عليه رحمة الله النموذج للرياض السليم والخلق الرفيع والإنسان الدمث والمدرب الكبير اللي كان له بصمات كبيرة مع المنتخبات الوطنية ومع كرة القدم المصرية والأهلوية وفي الاتحاد الأفريقي كان له سنوات طويلة من العطاء كرئيس اللجنة الفنية في الاتحاد الأفريقي وتوفي في 21 مايو 2008 كابتن الوحش موليد 9 مايو 1929 حصل على باكالورس التربية الرياضية سنة 51 وخاد درجة الماجستير في 59 نشأ في حي السيدة زينب بدأ حياته الرياضية لعب في النادي الأهلي كان عمره 15 سنة لما وصل لسن الـ 15 توجه وجاره علاء الحمولي للنادي الأهلي وشاهد الكابتن مختار التيتش اللي ضم الاتنين لصفوف النادي الأهلي ما استمرش الكابتن الوحش سوى ثلاث شهور أصد علاء الحمولي استمر ثلاث شهور وانتقل إلى نادي الزمالك حقق الكابتن الوحش مع النادي الأهلي ألقاب كتيرة جدا قبل الاعتزال وهو 25 سنة فقط تحديدا اعتزل في عام 1955 اشتغل مدرب في قطاع الناشئين في الآلي سمو مدرب للفريق الأول حصل مع الفريق الأول على أكتر من بطولة جمع بين بطولتين الدور والكاس وكاس الوحدة بين مصر وسوريا تولى تدريب منتخب مصر أكتر من مرة شغل منصب المدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تلقى الكابتن الوحش عددا من الدورات التدريبية وعمل مفاتش بوزارة التربية والتعليم بالكويت عام 1963 ومدربا لمنتخب الكويت لمدة خمس سنوات التحق بالاتحاد الأفريقي كمدير للإدارة الفنية ثم عمل بالاتحاد الدولي منذ عام 82 ومن عام 85 بدأ يضع جميع الدراسات المدربة للأفريقية في الاتحاد الأفريقي واستمر 13 سنة في الكاف عمل كرئيس الاتحاد الكرة المصري المؤقت في عام 2000 كان رائدا للتدريب الأكاديمي في الوطن العربي وواحد من ثمانية خبراء في اللجنة الفنية للفيفا كان عضو في مجلس إدارة النادي الأهلي عام 76 زميلت هنا في الفترة دي وتولى رئاسة النادي الأهلي في الفترة من 1988 ل 1992 ورحل عن عالمنا في 21 مايو 2008 عليه رحمة الله قيمة رياضية أخلاقية تجاوزت حدود الوطن إلى أفاق إقليمية عربية أي وإفريقية أي وعلى أحد خبراء زم أنت قلت كده في الاتحاد الدولي أي أيه العظمة دي هؤلاء هم رجال النادي الأهلي الحقيقة يعني مسيرة موفقة جدا مشرفة ألف رحمة ونور على روح الكابتن عبد صالح الوحش لأنه تلاميذه في النشاط الرياضي وفي كرة القدم وفي المدربين وحتى في الاتحاد الأفريقي كثر عليه رحمة الله عايز أقول لكم أنه بمناسبة السفراء المصر بقى في الخارج زميلنا العزيز والصديق الأهلاو المخلص أسامة السويسي أسامة السويسي واحد من الشباب وأنا ممكن أحكي حاجة عن كابتن وحش هتفضل طبعا أنا بس عايز أوريك يعني إننا دي الأهلي في انتخابات 88 كابتن صالح قال أنا بقالي دورتين ومش حنزة ففكر الأستاذ كمال حافظ أنا طبعا في الانتخابات كل لها مع الكابتن صالح من 76 ل 88 أنا مؤيد الكابتن صالح وضد مين مش ضد يعني كان مين المنافس بتاعه كان الفريد مرتاجي الفريد مرتاجي وكمال بي حافظ فبوشي كده أنا كل معسكر الآخر الآخر وعده فاعل في الحاملة بتاعته وتنتهي المسألة كله مع بعض لا مش كله احنا كل يوم بالليل كنا بنتعش مع بعض أنا وكمال بي بالصبح بالناكب بعض وبالليل ب بنتعش السويس رحمة الله على جميع فجينا في 88 شعرت إن كمال حافظ يعني أنا الأول بقى نيبقى رئيس النادي في غيبة الكابتن الصالح لأن رجل ده فعلا عطاء طويل الدينمو الحقيقي اللي هيعرف كل صغيرة وكبيرة ويدير الأمور الرياضية والمالية والإدارية وكان هو محور وكل الخيوطة طلاقة عنده فقلت له كمال بي أنا الاتخابات دي بعدما الكابتن الصالح مش موجود أنا معك فجئت إن الكابتن الوحش أعلن ترشوح أنا كنت مدير النشاط الرياضي وقتها وقلت له كمال بي أنا حاستقيل عشان أقدر أقف معك قدمت استقلتي وروحت للكابتن الوحش قلت له كابتن يعني كمال بي يعني إنت حتطاع الفرصة برئيس النادي حضرتك كقيمة وخصوصا الكابتن الوحش كان دائما هو قائمة كمال بي حافظ فقال لي يا عدلي أنا أديت كلمة للناس اللي طلبوا مني الترشيح وأنا خدت القرار ومش هتراجع فيه قلت له من غير يعني أنا أحب أكون واضح يعني تقديرك عندي عالي جدا ولكن أنا يعني ارتبطت بكمال بي وأنا حكون مع كمال بي فقال لي خلاص بس هتعمل ليه في النشاط الرياضي قلت له أنا قدمت استقلتي عشان إحنا منعين إن حد من الموظفين إنه هو يعني المهم يعني نجح الكابتن الوحش أي وأنا أصريت على استقالتي وبعدت وقدر لي الخطوة دي جدا وقال لي أنت ابن النادي أنت حفظت على النادي لأن كان الأغلبية معايا وكانت عايزاني أرجع أكمل مدير نشاط الرياضي وأنا حسب بيتي نقولت له إزاي رئيس النادي يبقى مش عايز يعني عايز حد تاني وأنا أفرض نفسي عليه بالأغلبية أنا مصر على استقالتي وحضرني وقال لي ابن النادي طيب فاتت سنتين بالضبط وليتوا يطلبني في مكتبه أنا بعيدت بقى خالص عن أي حاجة يعني روحت له فقال لي عدلي أنا دلوقتي الهندبول عندنا فيها مشكلة وكل ما أكلم حد يقول لي عدلي القيعي عدلي القيعي كان راجي بتاع هندبول ويقدر يزبط لك الدنيا قلت له أنا تحت أمرك قال لي يعني إيه تشتغل معايا قلت له يا ابتل عبدو أنا بتاع النادي الأهلي ده موضوع تاني فقال لي طيب خلاص بس خلي بالك أنت كنت مدير النشاط وخليل زاكي اللي هو مدير النشاط ده كان المدرب فأنت كنت سينير عليه قلت له أنا مش هباوز نظام النادي أنا ريبورتينج لمدير النشاط طلبي طلب واحد بس اللي أقوله يمشي أنا حاط له الطلبات وهعمل الخطة للنهوض بكرة اليد حتأمن لي دي أنا معاك هندرد برسنت وعملنا كده وبنينا الجيل المرعب بتاع التسعينات اللي قاعد يجي سبعة ثمان سنوات يحتكر البطولات كلها بتاع سامح عبد الورس بقى وجبت سامح وجبت متولي وجبت مش عرف مين وطلعت وجوهر وطلعت أشرف وطلعت وغيرت في المداربين عملنا انقلاب وعندك في المجلة طلع كده كاتب أنا في الأول ما استلامت كان النادي الأهلي الرابع قلت لهم سأنتهي الموسم يتصدر الدوري ويحسب على المطلط وده اللي كان فهو وثق فيي وأنا لم أجد إلا كل حماس عشان أوف مع النادي الأهلي ووفق أوفى بوعدة وما حدش دايقني خلص في شغلي لحد ما الفرقة وقفت على حلها قلت له خلاص كده الفرقة تقدر تمشي فقال لي طب عزين رأيك في الكرة وموضوع تاني نتكلم فيه بعدين فعلا أجيال بتسلم بعض والكل في واحد قلت لكم من شوية بنبارك لصديق العزيز والزميل المتقلق في القطر زميل أسامة السويسي اللي فاز بالجائزة أفضل المقالات اللي كتبت عن كأس العالم في الدوحة سالم الحبسي العماني فاز بالمركز الأول في كتاب أقلام منديالية اللي أعلن عنه بعد اختيار أفضل 62 عمود صحفي شاركت في توسيق منديال قطر عشرين اتنين وعشرين اللي وقيم في الدوحة العام الماضي الحبسي فاز بالجائزة تقسمها مع الصحف القطري ماجد الخليفي وتلاهم الزميل العزيز أسامة السويسي أسامة السويسي واحد من الناس المتقلقة في قناة الدوري والكاس والحقيقة له إبداعاته كمان الصحفية اللي خلته في أثناء البطولة يوسق ما يحدث في كأس العالم في الدوحة عبر أكثر من عمود صحفي مهم جدا استحق معاه هذه الجائزة بنقول له أسامة ألف ألف مبروك وكل التوفيق لكل الحقيقة أبناء مصر المتقلقين في الإعلام العرب أسامة حاجة جميلة يستعق كل خير صحيح بالتوفيق دايما إن شاء الله الأهل يا جماعة عايزين تشوفوا قيمته وبصمته وفرحته حتى برى الحدود صديق عبد الحميد النمر الأهلاو الناشط في غزة في الظروف اللي غزة فيها في حفلة فرح بتاعة شاب فلسطيني حمدي نبهان في غزة حضور الحفلة كلهم جماهير الأهلي شوفوا الحفلة قالبت لي يعني الحقيقة بص فرح جميل سابوا الفرح لا دا لو الصوت اشتغل هتسمع النشيد بتاعهم اللي بيحتفلوا به مع الحضور وكله طيب على ما نشوف ده هقول لكم على حاجة فلسطينية أخرى النادي الأهلي في مدينة نصر اللي هو محمود حزين استقبل بعثة الجامعية الفلسطينية لقدام الرياضيين كان من الساق لها لزيارة لصديق العزيز وسامة عمر رئيس ربطة الأهل المصري يجمعنا البعثة العميد محمود حزين أقام لهم مأدوبة عشاء كانوا 23 ضيف من قدام الرياضيين الفلسطينيين اللي وصلوا إلى القاهرة حرصوا على زيارة النادي الأهلي استمتعوا بزيارة فرع مدينة نصر وزي ما حدثتكم شكراً تكاد تكون هذه الزيارة سنوية حرصين عليها جداً يعني واجهوا الشكر للعميد محمود حزين وللنادي الأهلي على ما لقياه الوفد الفلسطيني الشقيق من حفاوة وترحيب وأهلاً بهم دايماً يعني الحياة بيبوا حرصين باستمرار على زيارة النادي ربطة الأهلي في فلسطين محبي الأهلي في كل مكان أديكم شايفين دول قدام الرياضيين ناس قدت الحركة الرياضية الفلسطينية كتير وعانت كتير جداً فإنه هما بيقتدوا بالنادي الأهلي وبيلتمسوا كل أسباب التفوق من النادي في زيارتهم ليه أهلاً وسهلاً بهم دايماً في ناديهم ملحمة حب جميلة جداً ونبدلهم إحنا نفس الاهتمام والحب والأمنيات إن ربنا يسعدهم باستمرار إيه الفرحة بالأهلي في كل مكان لا هما كمان في غزة من القلب صحيح يعني الأغنية دي هما ملحنينها ومقلفينها وبيغنوهم مناصباتهم يعني فرح خاص والأهلي موجود موجود بهذا الحضور مش موجود كده كلمة بتتقل والعالم المتشاط المتشاط الدين أبو لؤي يقول لي أنا لما جي مصر يقول لنا يا أخي الغريب إن أنا لفت على الأهاوي والحتة ما لقيتكوش متفاعلين في متشاط الأهلي زينا هم عندهم متشاط الأهلي بتتحول لحدث شعب كبير بص يعني أن يكون الأهلي رسم البسمة حتى خارج حدوده دي المكانة الحقيقية ده كلام فعلاً مهم وهي دي قيمة الأهلي نطلع على فاصل وبعد الفاصل نتواصل أهلاً بحضراتكم من جديد ما تخافش على الأهلي لسبب واضح جداً وصريح هتشوفوه في ضربة البداية مع مقالي ومقاله بيع الأهلي هل تخافوا على الأهلي من البيع ولا الأهلي ما يتبعش ولو يتبع يتبعش ازاي لا يفتوى رئيس شركة الأهلي لكرة القدم معنا هنا مش مهندس الموضوع أحد البرامج أشارت لهذا الموضوع تداخل أحد رجال الأعمال الكبار علق وعقب وتمنى وده فتح الباب لجدل واسع هل يمكن بيع الأهلي بص يا سيد أبراحيم هو ده بقى لما ترجع اللي أنا قلته الفاضي مش عارف يعمل إيه والفراغ وغياب الأهداف يخلي الناس بتدور لك على حاجة تشغلك مش بتشوشر عليك وتقلئك وانت مشغول بأهدافك يخلقو لك حاجات عجيبة كده والحمد لله اللي عندما يتسلح يتسلح بالحقيقة الموثقة طب ايه الحقيقة الموثقة تذكر أنا وانت كانت معركتنا أيام مجلس الإدارة الفات السابق السابق الأسبق مع المواتف محمود طهر انه كان لائحة النظام الأساسي كانت قضيتنا احنا لازم قال لا تقبل وقال لا تمرر على وضعها التي كانت مطروحة على الجمعية العمومية بيها ليه؟ لأن كانوا مش حطين الضوابطة التي تحمل نالي الأهلي من من اللحظة دي نيجي حد يقولك اشتري الأهلي انه كانوا شايلين شرط موفقة الجمعية العمومية وشرط حاكمية النسبة اللي تخلي الآلي محصن ضد ان حد يجي ياخد قراره على شؤونه والحمد لله نجحنا في هذا والحمد لله لما المجلس الكابتل الخطيب في دورته الأولى حرص على أن يكون النظام الأساسي في حوار مجتمع حقيقي ما فيش شريحة من شرائح ما شاركتش في وضع النظام شرائح كلها الرياضية والقانونية وكل الخبرات والهندسية ولي جاء اللي جاء اللي جاء وانا وانت كنا فيه إحداها مستطاع المجلس أن يقدم نظام أساسي مشرف بيعظم من دور الجمعية العمومية ويجعلها هي الحاكمة في كل شؤون لا يستطيع أحد مهما بلغت قوته أنه ياخد قرار دون الرجوع مصيري دون الرجوع إلى جمعية العمومية فتحط في البند ده اللي لو سمحت إقراءولنا بقى الجمعية العمومية اعتمدت النظام الأساسي في البند اللي لا هنشرحه كلمة كلمة للناس عشان تفهمه شوفوا ده بند كان من أهم بنوت دائحة النظام الأساسي اللي مجلس إدارة النادي برئاسة كابتل محمود الخطيب فور انتخابه في المجلس اللي فات عكف على إعداد لايحة النظام الأساسي بعد حوار مجتمعي زي ما المهندس عادل أشار لكم وبعد جدل كبير جدا مع مجلس إدارة المهندس محمود طهر حول ذات الموضوع وكانت معركة ملك وكتاب الحياة وقتها أكيد حضراتكم فاكرين وفاكرين المهندس عادل ومخترق مخترق وأعتقد التفاصيل كلكم فاكرينها وده كان بسبب هذا البند في هذه المادة إنه الليحة كانت وقتها بتسهل عملية بيع النادي لالي رجال العمال دون الرجوع للجمعية العمومية لبترجع للجمعية العمومية ولا بتحتفظ للنادي بالنسبة الأغلبية الحاكمة فكانت المسألة فيها تسهيلات أزعاجة أزعاجة الكل جدا وإحنا ساعتها خدنا موقف كان يبدو لدى البعض إنه موقف غريب لغاية دلوقتي الناس بتتكلم عليه إنه القناة أو البرنامج ضد سياسة النادي ما كناش ضد سياسة النادي أبدا لا ضد رئيسك ما كانش مسألة شخصية ضد خلل بند خطر جدا موجود في اللايحة مسؤوليتنا وأمانتنا تحتم علينا إنه نحن نقول ده غلط ويجب تصويبه قبل العرض على الجمعية وبالفعل مشروع اللايحة رفض أو لم تعترف به جهة الإدارية وقتها وجد مجلس إدارة الكابتن خطيب عكف على إعداد هذه اللايحة كدستور حاكم ومنضبط جدا للنادي الأهلي لما تشوفوه اللي بتتح له فرصة يطلع عليه تعرفوا فعلا النادي الأهلي اللي أول جلسة لتأسيسه الأباء المؤسسون حرصوا على أنه يحطوا اللايحة تحكم النادي ودي سبب يا جماعة الناس اللي بتتكلم دلوقتي تقولك النادي الأهلي نموذج إداري لأنه بدأ كده راسخ آه بدأ من هذه النقطة قبل ما يتكلموا فتحوا الورق وكتبوا النهاردة هذا البند بيحمي النادي الأهلي لا بيحميه لصالح محمود الخطيب ولا بيحميه لصالح حد ضد حد بيحمي النادي الأهلي لجمهور الأهلي وأعضاء النادي الأهلي ليه؟ المادة بتقول مية واثنشر يجوز للنادي بموافقة الجمعية العمومية والجهة الإدارية المختص تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها النادي بموافقة أول جملة بموافقة يبقى الجمعة عالية لهم يجب أن توافق ومقدمة الأول يعني حتى هي قبل الجهة الإدارية المختصة باعتبار أنها صاحبة الحق الأصيل في الأساس موافقة الجمعية محدش يقدر أعمل حاجة إلا بموافقة الجمعية طب حتى هو بيعمل دي والجهة الإدارية يعمل إيه؟ تأسيس شركات مساهمة يساهم فيها النادي وأعضاءه والمستثمرون من غير الأعضاء في إحدى الرياضات كرة القدم أو غيرها وكذلك في المجالات والخدمات الرياضية بأنواعها المختلفة وما يرتبط بهم من خدمات أخرى بهدف الاستثمار المالي وتطرح أسهمها لأعضاء النادي وفي حال عدم تغطية كامل الأسهم من جانب الأعضاء يتم طرحها لغير الأعضاء ويجوز قيد هذه الشركات في البرصة المصرية شرط أن لا يؤثر ذلك على نشاط النادي يجب أن لا تقل نسبة مساهمة النادي في رأس مال الشركة عن نسبة كام 51% بيسموها بقى في القانون النسبة الحكيمة التي تعطيك الحق في السيطرة واتخاذ القرار 51% للنادي من رأس المال وفي جميع الأحوال لا يجوز التعديل أو التصرف في هذه النسبة إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنادي الأهلي والجهة الإدارية المركزية اللي هي الوزارة هل تحتها بقى؟ أه فضل طيب النهاردة اللي بيقول ما تبيعوا النادي الأهلي إذا أجيب مليارات فالناس كلها هو ممكن الأهلي يتباع ممكن نسبة تتباع عن طريق البورصة لأعضاء النادي أولا يعني حتى التسعة واربعين في المية واللي يزيد يطرح للآخرين بشارة موافقة الجمعية العمومية برضو يعني أنت لكي نزمة الحكمة لكن ما تقدرش تعمل حاجة غير لما ترجع وما تقدرش تحرك إلا في حدود التسعة واربعين في المية ليه عشان محدش ياخد ولا يستحوز على القرار أيوه فيفضل القرار تابع النادي أيوه ومن هنا استطاع النادي الأهلي أن ينشئ شركاته أيوه على فكرة الواحد وخمسين في المية دي ده الحد الأدنى أيوه ولكن تبصت لقى الشركات وبعض المتشاركين المتشاركين هما طبعين النادي الأهلي يعني الشركات دخلة في بعضها يعني من التسعة واربعين تجد شركة الأهلي إنتاج الإعلامي مساهمة وانت كم جلق مساهم في شركة الأهلي إنتاج الإعلامي فتبصت تلاقي في الآخر أن نسبة المؤسسات أو الكينات اللي دخلة في التسعة واربعين تجاوزت ممكن تبقى ستين وخمسة ستين في المية كله أهلي ويتطرح الباقي وإذا كان الأمر فعلا هيحقق الأرباح الهائلة كل واحد بقى شركة من الشركات أو كل واحد مساهم يبيع النصيب بتاعه لكن في النهاية الأهلي يزال من 51% ما حد يقدر يجي ناحيته فاللي يقول لكبيع الأهلي ده في أخوي طارق أنا الدكتور طارق مقيع الراجل اللي هو يعني يعني هو من هو يعني طارق إسكندريا أنشطته طيب هل ده مطروح في المنظور القريب طبعا ده لن بص أن تطرح جزء من الأسهم هو ده الاستثمار بس إمتى لما يبقى عندك السهم ينزل قوي ويجيب بقى العائد يبقى تطرح 10% 20% من 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 الأسهم طرح عام ومن خلال البورصة تبقى عارف أنه هتجيب لك المليارات اللي بيقول عليها دي مش نحن كان ممكن نتعمل من أول يوم التكلم ده لا ما يتعمل ش كده لازم يحقق أعلى فائدة للنادي الآن وبرضو برضو هتبص تلاقي أن اللي دخلك ممكن برضو رحمة الله جميع كلهم قيادات وقدوة تعلمنا منهم كتير صحيح حتى تعلم من نبل الخلاف يعني ده أقوى أقوى حاجة عايش تعرف اللي قدامك ده وقدره واحترامه اختلف معاه ما انت طول ما انت حالو الناس حالو لكن لما تختلف مع واحد هتشوف على حال صحيح يعني أعتقد كده فهمنا يا شباب هتشيقل عن نادي الأهلي هتشيقدر ييجي على قرار نادي الأهلي بتحميل ومحدش عامل حاجة في السر الأجزاء التي لا تسمح بسيطرة قعدة على نادي الأهلي من الأسهم هتطرح طرحا عاما ويستطيع جمهوره وأعضاءه ان يبقوا هما المسامين بتوعه ومحدش يخش في وسطيه هذا التطمين يا جماعة القاطع لجمهور الأهلي جاي من منطلق مشروع لايحة النظام الأساسي لو تفتكروا لما قانون الرياضة تغير قانون 2017 قد لكل نادي اتعامل تلاح استرشدية قالك هتدير كل نادي لغاية ما كل نادي يعمل لايحته في مجلس إدارة المهندس محمود طهر لما يتمكن المجلس من إنجاز هذا المشروع لخلافات كتيرة حصلت وقتها بعدين جينا دخلنا مجلس إدارة الكابت الخطيب اللايحة بطولة من أهم البطولات يعني لو هتحاسب أي مجلس أو أي مجموعة عمل على بطولات بتاخدها هيبقى لايحة النظام الأساسي اللي أقرت في النادي الآلي من أهم البطولات اللي دستور الآلي لأنه ده دستور الحاكم لكل العلاقات أي حاجة تحصل وداد الآلي جزء أساسي من فلسفة العمل المؤسس فيه كل حاجة بالليحة أما تمسكها سلطات رئيس النادي إيه إيه اللي رئيس النادي يعمله وإيه اللي مش من حق يعمله المدير التنفيذي نائب الرئيس أعضاء المجلس الأعضاء الأفرع العضو النادي إمتى تحاسب عضو النادي إمتى توقفه إمتى تشتبه تشتبه إزاي كل أشكال العلاقة بين كل المنتسبين للنادي أعضاء شركات أجهزة تنفيذية مجلس إدارة مكتب تنفيذي نشاط رياضي كل ده بتحكمه وبتديره هذه اللايحة عشان كده ده مشروع بقولكه أو دي لايحة بتمثل واحدة من أهم البطولات إن لم يكن هي المفاصل الضامنة على فكرة كلها مستوحاة من تاريخ وقيم ومبادئ وقيمة النادي الأهلي عبر تاريخه يعني ما تلاقيش بند إلا بيشير إلى الحفاظ على الأهلي الذي وجدناه تعرف هوية الأهلي وأهداف هوية الأهلي تفرج على إزاي هذه اللايحة بتستهدف في الأساس الحفاظ على هوية الأهلي من ذلك كان جنونا إن إحنا نحفظ إن التعامل اللايحة تحافظ على هذه الهوية أي دي مسألة يا جماعة شديدة للأهمية إذا تطمن الناس في موضوع البيع طبعا في أي قرار مصيري يخص النادي الأهلي وأهمها البيع طبعا أي دا كلام في منتهى الأهمية زي ما قلت لحضراتكم المؤمن سعد بيقولك فيما يخص لاحة النظام أنا هقول لكم بس شوفوا اللايحة المجلس الإدارة أو الجامعية العمومية أقرتها قال لك يؤمن النادي الأهلي دي الرؤية العامة للنادي الأهلي يؤمن النادي الأهلي منذ تأسيسه في أبريل عام 1907 بأهمية دور الرياضة في الرقيب الشعوب ودورها المحورية في تجميع أبناء الوطن الواحد على هدف المشروع وأن الرقيب والتقدم الرياضي هو محور أساس من محاول النهوض بالأوطان بصوا مسؤولية النادي الأهلي يا جماعة والتميز الرياضي يكون بمثابة واجهة للوطن أنت أساسا تميزك الرياضي دا جاي من خلال التزامك الوطني والتزامك تجاه بلدك في الترويج وتحسين مكاناته كما يؤمن الأهلي إيمانا راسخا أن العمل الجاد والالتزام بالأخلاق والقيم الرياضية سبيل لتحقيق ذلك بكل نزاهة وشفافية مسؤولية النادي الأهلي إيه باء في اللايحة يتحمل النادي الأهلي مسؤولية وطنية وقومية كبيرة منذ تأسيسه لا يحيد عنها ولا يتأخر ويسعى أبنائه دائما للتميز الرياضي والعلم والعمل لرفعة شأن وطنهم ومن أجل الوصول لذلك لا يتدخر أي فرد من أفراد عائلة الأهلي الكبيرة جهدا للمساهمة في تحقيق ذلك كما أن النادي بما له من مكانة واشعبية فأنه يدرك أن عليه مسؤولية مجتمعية طيب لما تذكر كلمة عائلة الأهلي إيه الحكمة يعني أنك تعطي للكلمة دي في متن يعني دستور اللي بيخرح هذا في النظام الأساسي أن نكون عائلة عائلة لها تقالدها وقيمها تحافظ بعضها البعض على بعض شفوا مع تأكيد النادي الأهلي والتزامه بارتباطه الوسيق بأهداف وطنه وبحرصه الكبير على رقي رسالته خدمة الوطن لما يكون عنده هذا الالتزام الربط بالوطن الدائم والسابت يبقى عجيب وغريب جدا أن النادي يفاجأ في اليومين اللي فاتوا بأحد الأشخاص عبر اليوتيوب بفيديوهات تسيء وتضرب في علاقة النادي الأهلي بوطنه ودولته وقيادات بلده بخبص شديد وكأنه يدافع ويحطلك السم في العسل لكن كلها لإحداث هذا الشرخ الذي تشعر أن وراءه هناك من يكره الأهلي حقيقة ويتخفى فيه ثوب الحب للنادي الأهلي لكن هل شكت الأهلي زي هذا المقف؟ الأستاذ محمد عثمان المحامي المستشار القانوني للنادي الأهلي إنبارح راح حرر بلاغ في مكتب النائب العام ضد هذا المحتوى الموجه جدا اللي بضرب في هذه العلاقة والنهاردة يمكن بلغنا قبل ما ندخل على الهوى مباشرة إنه راح النهاردة كمان عمل بلاغات لوزارة الداخلية في مباحث التوسيق والمعلومات للكشف عن مرتكب هذا المحتوى المسيء جدا والمفابرك قوي واللي بيستهدف هذا العلاقة علاقة الأهلي ببلده بوطنه بقيادات بلده وقيادات دولته فأنا أعتقد الأمور مطلوب سرعة الكاشف عنها لأنه من المؤكد أنه ده لا يستهدف شيء إلا إيقاع الأذى بالنادل ولن ندهش إذا اكتشف أنه وراءه من وراءه هو آه من وراءه فعليكن لكنه الحقيقة أنا أعتقد مسارعة الأهلي بتقديم البلاغات للجهات العليا المسؤولة للكشف عنده أصبح أمرا حتميا وكويس أنه تمت الاستجابة سريعا في انتظار الكاشف عنه إن شاء الله ده كان ما لدينا في قضية بيع الأهلي وما يلزمها لكن يبقى الكلام الكثير في الغربان الدوري يا أبطال بصوا الأهلي لا يجبع وتبقى بطولة الدوري البطولة المفضلة التاريخية للنادي الأهلي لما بنتكلم بنتكلم أن أنت نادي ياخد هذه البطولة الكبيرة في بلده تقريبا ثلاث أضعاف مجموعة أو حاصل جمع كل منافسية فيكون الأهلي عنده هذا الحرص على هذه البطولة باش مهندس اللي أنها شايف غيابها سنتين كانت مسألة استثنائية لا لسه بقولك تتحاسب حالما تفقده الناس مش بتقولك تكسبت الدور طب الناس بتقولك تخسرت الدور يعني الحساب هنا على ما تفقدهم البطولات يعني وأنا معهم خلاص أنت عود تاني على كده كمل على كده لأن الحقيقة بكل ما كان يحاك ضد الآل المسلمين الماضيين دول لإفقاده الدوري لكن ده كان جوز ساعد عليه إيه بقى إحنا بأن إحنا ما تعملناش مع الإرهاق الشديد والأهداف المتغيرة الكثيرة بالوعي الكافي والعمل العمل اللي فيه موجهة لطبيعة المشكلة إحنا خسرنا ماتشاة أستاذ برايم جزء منها بفعل فعل وجزء منها نتيجة إن إحنا ما استعدناش لهذه اللحظة بالشكل الواجهي السنة دي الجهاز تدارك ده هنشوف والمشارات بتقول كده والمشارات بتقول إن عندك مقموعة من اللعبين الجاهزين يقدروا يريحوا بعض والراجل بيتعامل معهم إنه كلكوا أساسيين فكل واحد عارف دوره دعنا ننظر ولا نتعجل الأمور ولكن الشواهد بتقول إن إحنا أخذنا بالأسباب طيب الدوري الأهل لعب 21 مباراة من ال 21 مباراة جامعة 53 نقطة المنافس المباشر ليه دلوقتي شفت أربع نقاط يا أستاذ إبراهيم في تعادلين إيه جننت إيه جننت الدخلية نقصة تضيع ضرب الجزاء وتتعادل إيه ده هنفكركم طبعا بكتير من لقطات الدوري لأنه الحياة لغاية ما الأهل نشغل بالمسار الأفريقي كان بيقدم كمان في الدوري كرة ممتعة صحيح أنك أنت توقفت على شأن المشاركة الأفريقية ولكن حتى مع المشاركة الأفريقية مستر مارسو كولر كان فاطن جدا للمطب اللي حصل لأن أنا عارف أنه كابتن سادع وحفيز لما بدأ أو أعدى أول أعدى أعدها مع كولر وهو بيتعرف عليه وبيشرح له ظروف عمل الفريق في السنة الأخيرتين فكان كلامه على أنه الفريق عانى من الإجهاد في المسلمين اللي فاتوا ده اللي بيفقدوا البطولة فالرجح حط في دماغه خط استراتيجي إزاي يقدر يجهز أكبر عدد باللعيبة وإزاي يخل اللعيبة قريبين من بعض بس أخذوا بالكوا حاجة الدور على اللعيبة دور كبير إن أنت خدت فرصة في التجهيز محدش بعيد بنسبة كبيرة يعني لما تيجي تتكلم على الشق الهجومي في المباراة الأفريقية الأخيرة كهرباء راس حربة وإنت عندك حسين الشحات وبرس تاوي ده السلاسي هتلاقي قريب منهم شريف راس حربة وعندك طاهر محمد طاهر وعندك عبدالقاد سلاسي كلهم دوليين فهو بس الرهان على أنه العناصر اللي حتاخد إن شاء الله تعالى وفقا لرؤية المدير الفني يكون عندها القدر العالي من التركيز والجدية لسرعة حسم المباريات لأنه أنا أعتقد يفرق كتير أو أن أنت تحسن بدري هايز أقول حاجة بقى على هذا الجيل من أول الجمهور إلى اللاعبين أمامكم فرصة موقع تحتش لحد تاني لو ربنا كرم وحققنا الهدفين اللي جايين ها أي الدوري وإفريق ما فيش نادي في العالم هيبقى عمل الكلام ده إذن خلوا مسألة شخصية ليكم هوا أنتم مش عاديين تخشوا التاريخ التاريخ بجد بقى واللي قاعد يخارنكم بالأجال يبقوا على طول أنتم كفتكم للطب جات لكم فرصة أنت عارف إن الجيل ده السنة بقى عشان نقول دور الجمهور والجمهور لأن الجمهور برضو ما فيش حد عاش الهات وخود والتزبزب في السماح بالحضور والمشاكل اللي رايحة جاية زي جيل ده من الجمهور بعضهم ابن الميادين والصورة وبتاع فواخد برضو الحماسة واخده وبعضهم من الجمهور التقليدية فأنا عايز أقول للجمهور سواء أين كنت أنت أتابع من نعلم المضايقات أحيانا اللي بيجي لك ونعلم أيضا الناس اللي بتتزرع في وسطيك عشان تسبب لك هذه المشاكل وأنت تعلمهم دعونا جميع أن نتخلص من الشوائب دي عشان جمهورنا لأن نخلي بالك أكتر نادي مضار من تقييد عدد الجماهير أو أنها تتساوى هو نادي الآله لأنه جمهوره طول عمر جمهوره عنصر إضافي قوي والأغلبية والأغلبية فإحنا أصحاب المصلحة الحقيقية في رجوع الجماهير يلينا الزمال يلينا الأندية الشعبية كلهم وكل واحد في محافظته هو نادي هو نادي بيحتكر تشجيع هذه المحافظة عايزين كلنا وده مش مش هتحقق يا جماعة إلا بيزالة التوتر وهنا نأتي إن دورنا جميعا نقضي على أسباب التوتر وهي بقت معروفة جدا بقت معروفة جدا هي هي نفس الأسباب وعشا كده بقولك هتلاقي من ورد قصة دي نفس الأسباب دعونا جميعا نروح بها طوقنا جاف الروح الريضي نتمسك بالروح الريضي أنا بحب الأهلي أروح أشجع الأهلي بمنطق القرحة ما ليش دعوة بغيري أنا ما ليهما الغيري خسر كسب هتقول لي بيحفل علي ما تشوفوش الله يكون فعونه أنت اكسب وكمل مع فرقتك هو عايز يحرمك من فريقك فيغيزك عشان تتوتر عشان ترد عليه عشان أبدا ما تعملش كده كل الجماهير الكبيرة لكل الأندية وخصوصا جمهور الآلي الكاسح لازم يعمل كده ودي نصيحتي لكل الجماهير كل واحد يلتصق بفريق ما ليهوش دعوة بالآخر واعرفوا أن أي حد عايز ياخدك في سكة أنك تتجاوز في حق جماهير أخرى أو إدارات أخرى تعرف أنه بيضربك أنت مش بيضرب الإدارات دي يا رب طيب ده للجمهور للعيبة بقى عندهم فرصة لدخول التاريخ الكبير يعني ربما بدرجة تفوق أي أجيال سابقة لأنك بالصدفة أنه في عام تلاتة وعشرين أنت عندك تسعة بطولات تخدت اتنين سوبر وخدت كاس مصر وبتنافس ومتصدر لبطولة الدورة وهنقول لكم إمتى ممكن يحسم البطولة إن شاء الله تعالى عندك دورة أبطال أفريقيا بتلعب فيه دولار أربعة لو كسبت بطولة أفريقيا عندك سوبر أفريقي لو كسبت بطولة الدورة عندك سوبر محلي عندك كاس مصر اللي أنت هتبدأ فيها مع منتخب السويس بعد ما ترجع من نهاية الأفريقيا إن شاء الله ثم عندك لأول مرة تتعمل دور السوبر الأفريقي اللي حيترعب فيه نص أكتوبر ونص نوفمبر كلها في عام عشرين تلاتة وعشرين والتأول لكاس العالم للأنديا من خلال البطولة نتعرف السوبر الأفريقي دي أعصد إبراهيم هي هو ده لأول مرة هتلعب بطولة فعلا تقدر تقول إنها بطولة محترفين تنقلك النقلة الصح لأن الجوائز ضخمة جدا مرشود لها 200 مليون للكل والأولاني هاكت عشر ونص مليون فأهداف تستحق السعي إليها لأنها هتتحلل فرصة إنك لما تأخذ الجوائز ها؟ تقدر تبني وتطور هتلاقي نفسك بعد شوية الحداشة الروس هيبقى عشرين هتبتدي تخش في الكبار حول العالم فعلا يعني دي مسألة مهمة جدا لأنه كمان هم 8 أندية 4 و 4 مستوى أول ومستوى ثاني دور التمانية ثم الدور قبل النهاية ثم النهاية فنتمنى أنت عندك 3 مواجهات ذهاب وإياب نتمنى تحقى فيهم هذا الانتصار الكبير اللي حيكون بقول لكم للجيل ده هي خطوة بخطوة أنت عشان تلعب صوبر محلي عندك دور مصري عشان تلعب صوبر أفريقي عندك دور أبطال أفريقي كلها ملضومة في بعضها علشان تكون الفرصة التاريخية لهذا الجيل من زملاء الشنوية قادرين يحققوا تسع ألقاب في موسم واحد أعتقد ده إنجاز يستحقوا هذا الجيل يستحقوا يركز لتحقيقه عايز أقول حاجة بس هنا حرس النادي الأهلي على إحداث الاستقرار لما وصل إليه مع اللعبين أي كل يا جماعة الكلام اللي بتسمعوا ما تصدقهوش إلا تطلع بتصريح من نادي الأهلي ماشي ومين جاي العروض الرايحة والعروض اللي جاية هذي الكلم ده مفتوح دلوقتي ده مش وقته خالص يا أستاذ إبراهيم حتى لو كان وقته بعيدا عن الفريق له أدواته وله ناسه لكن مسألة التفاصيل اللي بتتقال أنا نفسي ببقى مستعرب والله العظيم تصدق بشكل كلمة دي مهمة جدا أو الله ده أنا عاود أكلم أكلم المسوف يا جماعة حد أكلمكم في حاجة أنا معرفهاش من كتر الناس ما بتتكلم بثقة كل يوم ده كل يوم كولر ماشي مماشي ناس وجايب ناس كل يوم يوقف إعلامي يقول لك اشتري مني تاك 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 ايه ما تصدقوش حاجة غير اللي بيطلعها النادي الأهلي في الوقت المناسب مش معنى كده إن بالصدفة لو طلع حاجة رجبت يقول لك نفيته واحنا كنا صح لا احنا بننفي التفاصيل وبننفي إن احنا ندخل الناس في الديلمة دي متى انت ما تقول لي عشرين اسم رائع عشرين اسم جاي في حاجة حتى يلبس ضرورة بالمناسبة بنهني بقى نجمنا محمود حسن تريزيجيه عمل هاتريك في مباراة معنى دي ترابزون النهاردة في الدورة التركية ضد فريق هات فتح قارا جمرك فازاربعة واحد وتريزيجيه هات ده بيرد بقى على على كل واحد تجاز في حقه آه مطس بتاع فانارباش شوف انا عوز اقول لك تريزيجيه لعيب من العارة الثقيل وانا مندهج انه هو كان يستحق مكانه اكتر من الوصلة دي هاي يعني عنده 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 الامكانات تسمح له بكل هذا بس يمكن يعني هتجد الفرق بينه بين صلاح المؤسسة اللي بتشتغل حواليه آه ده كلام مهم هرجع نرجع للدوري ربطة الاندية بقى قرر تأجيل مباراة القمة مباراة الاهل والزمالك في والاهل والمصري الجولة الواحد وثلاثين والثلاثين اتأجلوا لكن لم يحدد الموعد بس لما تشوف انه الزمالك خمستاشر سبعة اخر وجود له في الدوري لانه حيسافر للسعودية يشارك في البطولة العربية فبالتالي مباراة الزمالك هتكون اخرها خمستاشر سبعة فمن المرجح انه الموعد اللي هيتحط لمباراة الاهل والزمالك هيبقى خمستاشر سبعة لكن ده لم يعلن عنه حتى الان اتأجلت مباراة الاهل والمصري في الأسبوع 30 ومباراة الاهل والزمالك في الأسبوع 31 الربطة والمهندس عامر حسين اعلنوا موعدة 3 جولات الجديدة من الدوري الجولة 30 الاهل والمصري اتأجل ال31 الاهل والزمالك اتأجل ال32 الاهل مع البنك الاهلي يوم 29 يونيو غير ان الاهل بكرة ال3 ان شاء الله هيلعب مع امبي هيلعب يوم الجمعة مع طلاعي الجيش وهيلعب يوم الاتنين مع سيراميكا كيلو باطر مباريات الاسبوع ال29 يوم الحد الاسماعيل بفاز على حرس الحدود 1-0 وبرمج بفاز على غز المحلة 2-0 يوم ال2 النهار الاتحاد بيلعب مع المصري والمقولين بيلعب مع طلاعي الجيش والداخلية بيلعب مع الزمالك التلات ان شاء الله فيه 3 مباريات او مباراتين بجانب الاهلي وامبي فيه اسوان مع البنك الاهلي وفارقه مع اسموح يوم الاربع في يوتشار مع سيراميكا كيلو باطرا ودي اول مباراة للكابت الحلم طولان في القيادة الفنية لفريق سيراميكا المصر النهاردة فاز على الاتحاد 2-1 وبتقام دلوقتي مباراة المقولين والطلاعي الجيش والداخلية والزمالك طيب الاهلي يا جماعة 53 نقطة بيرامز 52 نقطة لكن بيرامز لعب 26 مباراة والاهلي لعب 21 مباراة خمس مباراة أكتر خمس مباراة عن بيرامز لكن بيرامز كمان له هو راخر مباراة مؤجلة الموقف ايه اقرب المنافسين اللي الاهلي قلتلكوا بيرامز عنده 52 نقطة بيرامز بقيله 8 مباراة يعني 8 فيه بـ 24 24 و 52 يعني بتتكلم فيه 76 نقطة اعلى حاج ممكن يوصل له بيرامز اذا الاهلي 53 نقطة يصل للنقطة 7 تتوجه بالدور لانه بيرامز المنافس المباشر اعلى حد دلوقتي اخر حاجة ممكن يوصل لو كسب 8 مباراة يصل للنقطة 76 النقطة 77 تتوج الاهلي يبقى الاهلي محتاج مع 53 نقطة حاليا محتاج يفوز في 8 مباراة هو كمان عايز 8 مباراة زي والباقي الخمس مباراة المتبقيين يريح اللعبة فيها يعمل اللي هو عايزه بالزبط طيب اللي تحددت المباراة ديت بكرة 3 22 مع امبي على طول يوم الجمعة مع طلاع الجيش يوم 26 يوم 29 اللي هو يوم 22 مع سيراميك يوم 22 26 مع حرس الحدود يوم 29 26 مع البنك الاهلي وتدخل بقى 2 يوليو مع فيوتشر 5 يوليو مع الاسماعيلي 8 يوليو مع الاتحاد مع الاسماعيل ومع الاتحاد في برج العرب المطشين وراء بعض في برج العرب دي 5 ودي 8 يعني غالبا الفريح هيفضل موجود في برج العرب لو صارت الامور بشكل طبيعي بدون مفاجآت يعني لابيرامدز يخسر من مطشاته ولا الاهلي يخسر نقطة من النقاط في 8 مباريات يتوج الاهلي في برج العرب مع سيد البلد للتحاد السكندري يوم بالضبط 8 يوليو 8 يصل للنقطة 77 يعني انا عايز اقول ايه خلينا من الحزبة الجامدة او دي لان انا بقولك الدوري سيشهد نتائج مش هتمش الامور بالشكل ده محدش هيكسب على طول لان كل بص كل ما الدوري قرب ما تخافش الا من الفرق الجريحة طبعا كل ما الدوري يقرب فهم اللي هيحددوا اه ما هو النتائج ممكن تقرب لك او تأخر اه فخلينا ادي احنا شرحنا من غير بقى ما نقول 8 و 6 و 7 يا رب اكسب التمانية تسترد للدور ان شاء الله احنا هناخدها ماتش ماتش اه عشان تكسب الدوري اكسب الماتش الجاي عشان تكسب الدوري اكسب الماتش الجاي ثم الماتش الجاي ثم الماتش خليك ماشي بالطريقة دي ودهكم شايفين الضغط اللي هتبقى عليه الماتش عشان الناس اللي بتقول لك الاهل بيتأجله وما هو بيتأجله بس نتمنى بقى هيرجع يلعب كل 3 يام مباراة زي ما انتو شفت نتمنى اه امنية اي ما تحملوش اكتر من حاجة تانية التوفيق والعدالة التحكمية للجميع حتى نهاية الموسم نتمنى التوفيق والعدالة التحكمية للجميع حتى نهاية الموسم عشان الناس اللي بتكلم هم بيقولك التفوق والحرام والحلال والاستقرار انت فطرة من 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 2004 لحد 2014 ها الاحتكار المستمر دي كله كان تحكم اجنبي في مباريات القمة كان في تحكم مصري لا كله اجنبي شوف بقى النتائج واعرف لما الليلة تغيرت كانت لصالح مين عشان من نرغيش كتير طيب ده كان كلام مهم جدا وفيما يخص اللعبة يبقى فقط مزيد من التركيز ونتمنى التوفيق ان شاء الله ماتش مع ماتش الدنيا هتقرب باذن الله تعالى ده كان ابرز ما في الغربال لكن يبقى كلام كثير ب بعض متلسان الاهلي يواصل ارقامه القياسية 8 مباريات ومع هذا هو الاعلى تهديفا حتى الان في الدول تلاقي في بطولة افريقيا كل الناس عمال وده حاجة الحقيقة ايجابية جدا تنسج تنسج من كل التفاصيل ارقام قياسية تبدو مبهرة ومدهشة يعني يكف ان انا اقول لك اما تلاقي الاهلي في القرن الجديد اكثر الاندية على مستوى العالم بلوغا للادوار النهائية في البطولات اللي شارك فيها عنده مشاركة في 23 نهائي في مختلف البطولات اللي شارك فيها قريا ودوليا خلال هذا القرن يا ليه ريال مدريد ب17 نهائي يعني انت اصبحت بتتقاس على ريال مدريد الاكثر تتويجا اللي بنفسك عليه ريال مدريد المتصد ريال مدريد وانت اللي بتلاحقه الاعلى في الوصول للادوار النهائية مش في دور الابطال في كل البطولات القرية والدولية اللي انت بتشارك فيها تلاقي نفسك انت عندك 23 وهو اللي بيلحقك في المرة دي الحقيقة خد انك انت النادي الاهلي يكون يلعب فينال دور الابطال للمرة الرابعة على التوالي على مستوى القرات ما حصلتش على الالف العشرين سنة الاخيرة ريال مدريد عنده رقم كبير قبل كده بس انت متخيل ان انت الوحيد اللي في سبع سنين تلعب ستة فينال مسألة ده رقم كبير للاهلي ستة من سبعة اربعة على التوالي بقول لكم كلها ارقام مع بعضها حزمة كل اللي بنقوله ده عند الناس وعندي وعندك ملوش معنى انا عايز البطولة لا تقول لي وصلت النهاية ايه ولا تقول لي اه حلم لما نتكلم بقى في الكلام ده لكن انا عايز اوصل البطولة يوم اخدها نبقى عايزين اخد البطولة اصد زبر انتعرف تجبالي ان شاء الله تعالى طيب الاهلي بهذا التفوق اللي انا قلتلك بالنهايات اللي لعبها وبالارقام الكبيرة اللي حققها سواء في النهايات اللي اتحققت او في المرات اللي قدر فيها بعد ما وصل يكسب البطولة الحياء في لقطة للاعلام التونسي عبدالباقي بن مسعود هقول لكم وده الحياء القيمة بتاعة النادي الاهلي لما بيتنافس مع حد من الدول العربية الشقيقة ارجعوا كده لما الاهلي كان بينافس الفني الجزائري وشوفوا العلاقة الطيبة اللي انت تركتها وعملت اثارها ايه مع الاشقاء في الجزائر وشوف لما انت رحت تتفاوض على قندوسي الراجل رئيس النادي قالك بمجرد ملكات الخطيب كل شيء منتهي لان لما جي القاهرة هنا وزار النادي الاهلي حب النادي الاهلي وارتبط به باحترام شديد تلاقي المغرب بصوا العلاقة بيت عاملة زي دلوقت تونس على المستوى الاعلامي حتى والمستوى الرسمي مع الترجي الناس تلافسوا معاك وخرجوا وسافروا من هنا هم شايلين لك كل الحب والاحترام المنافسة في ظل المنافسة انت تكلم زي ما انت عايز ولكن العلاقات تبنى بين المؤسسات والكانات الكبيرة على الاحترام هذا ما يفعله النادي الاهلي مع الاخرين واي مشكلة بتحصل لك مع حد هي مشكلة مفتعلة وبتأسيس من حد وراها اي وتكتشف مين اللي وراه كل الخلافات اللي بينك وبين البعض الحمد لله انه مش كتير يعني ناديين ولا نادي ولا هم وراها نفس الاشخاص نفس الاسماء نفس الاسلوب فانت الطبيعي الطبيعي ان الاهلي علاقته طيبة بالجميع لانه لا يعتدي على احد ولا يسير وده اللي عايز اقوله الجماهير انه خليكوا مع الاهلي بطريقته وباهدافه علشان محتاجين جدا ان الناس تشوفنا كلنا فكر واحد عشان نحتفظ بالمكانة دي لان العبث في هذه العلاقات بيبقى من خلال الاندساسات ولاي الحقيقة والتزوير والتزوير زي اللي حصل بيننا بين التراجي في النهاية الشهير اياه وبعدين يبقى معروف مين ولا يحاسب في المباراة الماضية الناس توقعت ان مارسل كولر برضو استدادا على انه الحالة اللي كان البعض مضطمن لها انه هيلعب بالتشكيل مش الاساسي لكن فاجئ الجميع واشرك التشكيل الاساسي باستثناء على لطفي لسبب اضطرار واصابة الشناو كابتن وليد صلاح شاف الموقف ده زي لشوفه كانت تساؤلة كابتن شوير قبل المباراة هو مستر كولر يتعامل مع المباراة زي هل يريح لعيبة كتير هل بيعمل توازن هل الناس اللي عندها انذرات فبزكاء شديد هو تعمل مع المباراة بجدية شديدة جدا لعيبة الترجي لما نزلوا الملعب وشايفين الاهل بيلعب بالفريء الاساسي كله فبالتالي ادوا احترام كمان للنادي الاهلي نعم خافوا من الهزيمة الكبيرة فردوا في نص ملعبهم ده ادى افضلية للنادي الاهلي انك لو هتعمل استحواز المباراة دي ممكن تمشي استحواز فقط نعم وده اللي حصل النادي الاهلي عمل كده يعني نسبة كبيرة جدا جدا من المباراة تلاقي الاهلي بينقل لدرجة ان فيه نقلة تقريبا اظن انها ممكن تكون تعدت الاربعين نقلة انا ممكن اقول لك عدد النقلات برضو وانت معايا عدد تمريرات النادي الاهلي سبعمية اتنين واربعين تمريرة منهم سبعمية وعشرة تمريرة صحيحة رقم السبعمية ودي ده رقم مرعب نعم الرقم ده اللي عمله المان سيتي في المباراة النهائية في المباراة اللي فاتت مع ريال مدريد فالحمد الله النادي الاهلي خد اللي هو عايزه من المباراة وعمل الشور سلو قوي ووصل للنهائي الترتيب بقى اللي جاي مهم بشكل غير عادي ازاي هتلعب مباراة انبي وبعدها طلق الجيش وبعدها سيراميكا صحيح وبعدين تخش على المباراة النهائية الترتيبة دي ترتيبة غاية في الاهمية نعم اهم مقيلة اللي قفلة بتاعت الكابتن والد نقلت وعملت ارقام قياسية قعدت 3-4 دقايق مستحوذ بس ده يدلك على ايه ان كان في فكر الاستحواذ ده ما كانش عشوائي والتشكيل فيه رسالة لفرقتك وللمنافس لفرقتك بيقولهم ايه لو انا قعدت مع الفرق استاذ ابراهيم احنا مخلصناش لسه خدوا المباراة باهتمام وبعدين راح مقعد هو كل اللعب عنده اساسي لكن اللي لعبوا هناك وكسبوا الماتش كان عايز يبتدي بيهم هنا عشان يقولهم ما زلت عند نفس المزا والجدية هما هما فما يوصلش رسالة سلبية لفرقته ويوصل رسالة للمنافس حبيبي انا دخلك بنفس الاهتمام فقدر يعمل استحواذ لان التناغب مهم وثبات التشكيل مهم ولكن الفترة الجاية مش هتشوف هذا السبات في التشكيل مستحييت لانه لو شفته معناه انه ممكن توصل للفاينال اللعيبة اللعيبة مجهدة ما اظن والله الراجل ده ممكن يفاجئنا يعمل اي حاجة هو تمالي عنده فكر بيحتفظ بهل نفسه ولكن بيطلع صحة في الاخر احنا بنطالب الجيل ده انه يستغل فرصة انه يدخل التاريخ بارقام كبيرة واحد من اللي دخلوا التاريخ بارقام كبيرة في الجيل الزهبي كان محمد بركات نشوف رأيه كالعادة النادي الاهلي مفرح الناس كلها كالعادة النادي الاهلي بيرفع رأس الكرة المصرية مفيش جديد الاهلي في النهائي ان شاء الله الاهلي في طريقه لحظ اللقب رقم 11 من دوري ابطال افريقيا كولر بيثبت انه هو معلم كالعادة كولر بيثبت ان كلام اللي بيقوله في المؤتمرات الصحفية كلام اللي بيقوله ما بين السطور كلام كله صح بنسبة 100% مش كلام للاستهلاك الرجل لما قعد وقال المطش مخلص مفيش حاجة اسمها ان انا بريح لعيبة فيش حاجة اسمها ان انا ببصل بعد كده نهاردة كولر بيبدأ المباراة بنفس التشكيل اللي لعب به المباراة الاولى طبعا بيستثناء محمد الشناوي المصاب وطبعا كالعادة علي لطفي بيبقى في الموعد فأي وقت بيشارك فيه ولكن كولر بيلعب بنفس التشكيلة بنفس اللعيب اللعيبة رسالة بيوصلها للعيبة وبيوصلها للناس كلها ان ده مطش بالنسبة لي برضو حياء وموت رغم ان انا كسبان ثلاثة ولكن مسجي اول حد بيوصل بيتلقى المسجي اللعيبة ان المباراة في غاية الاهمية كلنا سعداء بن نادي الاهلي وان شاء الله ربنا يكرمه تبقى البطولة رقم 11 بإذن الله ربنا يكرمه لكن نفس السياق اللي قاله وليد قاله كابتل بركات اللي اكد عليه معظم المحللين لكن زميل ابراهيم فاية كان فاية قوي نسمعه ما بيحلمش الاهلي بينفز الاهلي ما بيعرفش غير انه يطير نسر الاهلي دايما عارف طريقه في افريقيا الاهلي بيعرف يكتب التاريخ الاهلي كل لحظة عنده بحكاية وحدوتة جديدة بتتكتب بجمهوره بفرقته بمجلس ادارته بختم النسر الاهلي يصنع تاريخا مختلفا ودائما ومستمرا من حق الكبير يتدلع ويدلع نفسه ويدلع جماهيره الاهلي الاهلي النهاردة رايق رايق وفايق ويدلع جماهيره بالتيكي تاكا والشغل العالي مكسب على الترجي بهدف دون مقابل وكان بالامكان زيادة الغلة الى ما شاء الله الاهلي يا سادة بابا الشغلانة يصنع التاريخ وحده ومنفردا الاهلي في اخر سبع بطولات ستة منهم في النهائي الاهلي هو الاكثر تتويجا ببطولة افريقيا برصيد عشر بطولات الاهلي منفردا وحيدا يصل الى النهائي رقم ستاشر في دوري ابطال افريقيا فييجي واحد يسألني وانت بتقول ليه بابا الشغلانة طب اقول على مين تاني غيره ومن الاقرب الى ارقامه قل لي مين مر بعثرات وتعثرات مستمرة ولكنه مع ذلك قادر يحافظ على الحد الادنى الحد الادنى بتاع الاهلي افريقيا ده الحد الادنى بتعبير مختلف لخص الليلة الاهلي بابا الشغلانة قلولي طب مين تاني اللي يعمل واحد اتنين تلاتة اربعة وليعمل كل هذا الاستحواز وكل هذا خلاص كلام جميل هو ده الاهلي اللي مش فاضي وعنده شغل كتير دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله اسبوع الله خيار اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة